جسم مضاد جديد أعلنت شركة سورينتو ثيرابيتيكس والتي تتخذ من مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا نجاح التجارب عليه في منع تفشي فيروس كورونا بالجسم STI 1499 جسم المضاد يقول العلماء المختصون أنه نجح في وقف الفيروس من الدخول إلى جميع الخلايا البشرية السليمة البحث عن علاج للفيروس القاتل هاجس يسيطر على الباحثين أيضا في جامعة ألباما حيث الإعلان عن تطوير نماذج حسابية لتحديد أفضل علاج يمكنه مواجهة فيروس كورونا المستجد باستخدام الحواسيب الضخمة وذلك بإشراف الدكتور جيرم بودري والذي سيطلعنا على هذه الآلية بعد التقرير التالي الإعلان الصادر عن شركة سورينتو تيرابيوريكس من سان دييغو بولاية كاليفورنيا يصف التركيبة الجديدة بأنها العلاج القادم لمرضي كوفيد 19 ووفقا للشركة فإن الأجسام المضاد STI 1499 منعت فيروس كورونا من دخول الخلايا البشرية السليمة خلال إحدى التجارب المخبرية إذ تعتبر تلك الأجسام المضادة وحدة من أخريات قد تدمج لصناعة عقار لمحاربة الفيروس وتطوره الشركة بالتعاون مع كلية ماونت سيناي للطب في نيويورك وقد ذكرت سورينتو أن بإمكانها إنتاج نحو 200 ألف جرعة من الجسم المضاد في الشهر وهو جدول زمني قد يجعل الدواء متاحا قبل شهور من ظهور اللقاح المنتظر ولذلك قدمت الشركة طلبا للحصول على موافقة مستعجلة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لكنها لم تتلقى موافقة لبدء الإنتاج حتى الآن ورغم ذلك ارتفعت أسهم الشركة بنحو 220% عقب الإعلان عن الاكتشاف نهج سورينتو الفريد في البحث عن سبيل الوقف انتشار كورونا يتشابه مع منهج يتبعه الباحثون في جامعة ألباما الأمريكية إذ قدمت لهم شركة هولد باكارد انتر برايز حاسوبها العملاق سنتينل الأقوى لتسريع اكتشاف علاج ولتوفير الوقت والجهد والمال ويستخدم الباحثون الحاسوب الآن في البحث عن أدوية موجودة بالفعل قد تعالج مرض كوفيد 19 أو قد تساعد على تخفيف أثار العدوى في الحالات الشديدة ينضم إلي عبر سكايب من ولاية الأباما دكتور جيرم بودري الأستاذ في العلوم البيولوجية في مختبر مركز شيل بي للعلوم والتكنولوجيا في جامعة الأباما ومن ولاية مشغن معي دكتور غسان سعيدة رئيس المنتخب للجمعية الطبية العربية الأمريكية والبروفيسور في أمراض السرطان في كلية الطب في جامعة وينستيت وينستيت في يونيفرسيتي أهلا وسهلا بكما شكرا جزيلا لتلبية الدعوة دكتور جيرم أبدأ معك هذا الحوار ماذا تفعلون في مختبر شيل بي ما هو الجديد أولا شكرا لاستضافة يسرني أن أكون معكم ما نفعله هنا في ألباما هنزفيل هو استعمال الكمبيوتر لمحاولة تسريع تحديد الأدوية التي يمكنها أن تقضي على الفيروس هذه الحواسيب أو الكمبيوتر القوية للغاية تمكننا من أن نتوقع أو أن نحسب تأثير ملايين المواد الكيمائية بسرعة كبيرة لنركز على ما يمكن أن يكون لديه تأثير إيجابي أنت تكلمت عن بعض هذه النتائج بدأتهم بالتركيز على الأدوية الموجودة بالفعل لتحديد ما إذا كان منها ما يعمل في محاربة فيروس كورونا هل لك تعليق؟ هل قمتم بإجراء بعض التجارب ضمن توقعاتكم الجديدة دكتور جيرم على الأدوية الشهيرة هيدروكسي كلوراكوين وباقي الأدوية التي تم الحديث عنها وما مدى نجاعتها؟ نعم حتى الآن ليست لدينا أدوية بحد ذاته بل بعض المواد الكيمائية المسيرة للاهتمام منذ بضعة أشهر شهرين أو ثلاثة بدأت هذه الاكتشافات في الأيام العادية نحتاج إلى ثلاث سنوات تقريباً ولكن الآن ما زلنا في بدايات أبحاثنا رغم أننا نتقدم بسرعة ومجدداً هناك مواد كيمائية مهمة ليس فقط في الأدوية الموجودة أصلاً التي أشرت إليها وهي أدوية نحاول أن نستعملها لكوفيد تسعة عشر ولكن هناك أيضاً بعض المواد الطبيعية مكونات بدأت تظهر أنها تلعب دوراً إيجابياً ونحن نساعد الزملاء في القيام بتجارب مختلفة على هذه المواد قبل أن أبدأ معك أكثر بالتفاصيل دكتور غسان يتم الحديث مؤخراً عن احتمالية أن يختفي الفيروس ينشف ويصبح غير قابل للعدوى تفضل باستخدام المصطلح الطبي المناسب قبل أن يتم الوصول إلى لقاح هل هذا احتمال يتزايد برأيك الآن أم لا؟ أول شيء شكراً لاستضافة أستاذ جرير ومساعد خير للمشاهدين جميعاً حصلت قبل ذلك عندما كانوا تتحرك الفاكسين للإيبولا راح الإيبولا قبل أن يطلع الفاكسين كمان الكورونافيروس عندما بدأوا يدور على علاج على أنتبادي للسارز وان والميرس الذي صار بالميدل إيست السعودية بالذات وجدوا أنه انتهى الفيروس قبل ما يكتشفوا اللقاح فالجواب على سؤالك وارد نعم ممكن ممكن أن يروح الفيروس قبل ما نستطيع أن نلاقي لقاح للفيروس وبعد كل هذه الجهود لربما على مدى الشهور القليلة الماضية اليوم والتقارير الأسبوعية التي عادة ما تنفي التقارير السابقة لها دكتور غسان هل هناك ارتباط مما بين تطور الأمراض السرطانية بجزء معين من الجسم مرتبط يزداد يقل عند الإصابة بكورونا أو بسبب الفيروس أم لا الفيروس بيضعف المناعة والمريض الذي يكون مريض السرطان بيكون مناعته ضعيفة طبعا فيه دريكت لينك بين الاثنين على الأكيد 100% لكن اللي بحاول أن نوهه هون أن هذا الفيروس هو نوذل الفيروس لا نعلم الكثير عنه ما لدينا معلومات كثيرة عنه ما نعرف عنه الكثير فاللي نحن نعمله هو نحاول نجرب نجرب هذا الظباط نجرب هذا نغير هذا بدلالة أنه بدأنا بالعقارات طبعا هذا إشي ذكي جدا أنه نعمله اللي نبدأ بالعلاجات الموجودة في السوء لعلاجات الانتيفيرل مثل علاجات الايدز مثل علاجات الميراليا الهايدروكسيكلوروكوين مثل رمديزيفير وغيرهم ونشوف أنه نجاعتهم ضد هذا الفيروس لأنه لا نعرف عنه شيء واكتشفنا أنه كل العلاجات لغاية الآن غير فعالة لكوفيد 19 لعلاج الفيروس سارس كوفيد 2 عظيم طيب يعني على الجانب الآخر عندما أسمع منك هذا الكلام اليوم ومستمر لربما هذه النقطة تحديدا بأن هذا فيروس نبيل لا نعرف عنه كثير شركة سورينتو ثرابيتيكس مؤخرا قالت بأن لديها تأكيد بنسبة 100% بأن الأجسام المضادة التي وصلت إليها ونؤكد بأن التجارب لم تجري على البشر حتى هذه اللحظة قالت بأن هذا 100% يمنع دخول فيروس كورونا إلى الخلايا البشرية مدى دقة هذا الكلام اليوم؟ وهل يمكن أصلا يا دكتور غسال أن يكون هناك لقاح واحد دون أن يكون خليط يسمى كوكتيل مستحيل يعني هم في الحقيقة عندهم إياها من زمان وهم أصلا شركة متخصصة في إنتاج اللقاحات وعلاج أمراض السرطان بالإميونيتي ووجدوا من السكرينينج هاي اللايبراري اللي هي موجودة عندهم ووجدوا أنه في 12 أنتيبادي موجودين هذولا بيمنعهم بيحضنوا الفيروس حواليه بيارتبطوا بالبروتين اللي هو السبايك بروتين اللي حوالينا الفيروس وبيمنعوا ارتباطوا بالريسبتر تبعه اللي هو الـ ACE2 ريسبتر اللي هو كيف يدخل هذا الفيروس للخلية بس أنا بحب أن أوه أنه دراستهم theoretically اشتغلت مية في المية قالوا خلال أربع أيام منع دخول الفيروس للخلية ولكن كل هذه الأبحاث نعملت على الدش البيتري دش بالسل ما نعملت بالانيمال ستادي ولا بالهومن ستادي والهومن ستادي عالم آخر يعني في أبحاث كثير وصلنا لها أنه تكون تشتغل على الانديترو يعني على السل كولتر ولما تأخذها على الجسم ما بتشتغل أو ما بتكون فعالة however it is promising يعني أنك توجد antibody أو مجموعة antibody حسب ما فهمت يمنع دخول الفيروس للخلايا هذا بتضرب أصفورين بحجر الأصفور الأول هو أنك أنت بتستخدمه كعلاج وك protection أنك تأخذ مناعة لكن بنوه أنه لا يصلح للناس الذين مرضون أو يعني down with the disease الآن يعني الذين مرضون الآن ما سيزبط معهم فإن شاء الله تمام شيء جميل سأعود إليك في نقطة متعلقة بهذا الموضوع بقضية التصريح من الـ FDA وكالة الأغذية الأمريكية للدواء دكتور جيرم إلى أي مدى هناك محدودية اليوم في التعامل مع هؤلاء الذين يصرحون عن وجود أجسام مضادة اليوم تشكل أملا ربما أكثر مما تقومون به أنتم اليوم هل يمكن أن تتعاونوا مع هذه الشركات شركات كاليفورنيا المؤخرا اللي ذكرناها الآن Central أم تعملون في إطار محدد هناك محدودية في عمل وإجراء هذه الاختبارات فقط بين الشركاء محدودين اليوم الجميع بحاجة إلى كل مساعدة يمكن تقديمها دكتور جيرم هل هناك من صعوبات وتحديات في ذلك نعم هناك مجهود وطني وهناك مجهود دولي أيضا لأنه يجدر أن نعمل سوية وهذا ما نفعل الآن وهو أمر إيجابي أتفق مع ما قاله ساميلي نحتاج على التركيز على الأجسام المضادة وعلى مسامير أو شوكات الفيروس ونحن ما زلنا نعزز التعاون الذي نراه في العالم عبر الحدود وعبر الدول والعمل على استراتيجيات وتقنيات مختلفة وهو أمر لا سابق له أعتقد أننا سننجح وقد ننجح عما قريب ولكن لا شك لي أننا سنصل إلى نتيجة وعلينا أيضا أن نركز على تحليل كل البيانات التي تأتي من المرضى والتجارب المتعلقة باستعمال بعض الأدوية السابقة وكذلك فيما يتعلق بالأجسام المضادة نحن نعالج كل هذه البيانات من المختبرات المختلفة ومن التجارب المختلفة ومن معطيات المرضى من شتى الأنحاء وبالتالي نصل إلى نتائج كثيرة يجدر أن تحلل بدقة وقد يسمح لنا كل ذلك بالوصول إلى نتائج في وقت مسرح طيب ولكن هل تقتصر هذه التقنية اليوم استخدام الأجهزة الكمبيوتر العملاقة عليكم هل هناك على مؤسساتكم هل هناك مؤسسات أخرى تقوم باستخدامها وعندما تقولي بأن هذا الجهاز يمكنه يجرى 147 تريليون عملية نقطة عائمة في الثانية يعني في الثانية نتكلم رقم مخيف كبير جدا اليوم من الأجدر أن تجيبني على السؤال التالي ونستطيع القول أنك قادر على أن تحدد فترة زمنية محددة يمكن من خلالها توقع الوصول إلى لقاحة دكتور جيرم متى طبعا لا يمكنني أن أقدم جوابا دقيقا ولكننا من دون شك متفائلون نحن نحاول كما قال الزميل من ميشيغن أن نصل إلى بعض النتائج الإيجابية في طبق باتري وبعد ذلك طبعا يجب أن ننقل هذه التجارب إلى الإنسان وهو أمر مختلف تماما عالم مختلف ما نأمل به في هذا المجال في غضون بضعة أشهر أو سنة أن نصل إلى نتيجة نحن نعمل بجد ولكن لا دمنا أنا أركز معك كثيرا دكتور غسان على قضية الإجسام المضادة STI 1499 من الشركة الجديدة ولكن هذا السؤال لأن الشركة قامت بالإعلان عن هذا الاكتشاف الجديد ولكن بنفس الوقت هي تسعى للحصول على تصريح من دائرة الغذاء والدواء الأمريكية بنفس الوقت وهي لم تصل إلى مرحلة إجراء التجارب على البشر اليوم هل سيكون هذا عائق أم أن دائرة الغذاء والدواء ستقوم ضمن إطار الطوارئ اليوم بالموافقة هم يقدموا للإفديا لإقراء في الوقت الوقت للتجارب للإقراء المقال المقال لأن هم يأخذوا مغامرة إذا لم يقصروا كل التكاليف التي تكلفوها لإنتاج اللقاح وإذا ضبط يكون قصرنا المدة بشكل كبير جدا للحصول على اللقاح وعلى فكرة هم مش أول شركة بيعملوا هذا الحكي في شركات الآن اللي بتعمل الكلينيكال ترايلز عم بيعملوا هذا الكلام أنه يشوفوا أنه في إفكسي سبايك يعني في شو بسموها إشي بدل على أي دليل على أن المطعوم هذا ممكن يشتغل فروحوا على طول بينتجوا الفاكسين هذا بكميات كبيرة بخطوة موازية عشان يكسبوا الوقت لإنتاج اللقاح هم خلينا نحكي يعني الحقيقة أنه الـ STI 1499 لسه في مرحلة متأخرة جدا عن مثلا اللقاح تبع موديرنا أو اللقاح تبع أوكسفورد يونيورسيتي اللقاح تبع شركات ثانية فأنا نعم يعني هم أكيد بيخسروا التكاليف ولكن ما بنا ننسى أن أسهم هذه الشركات ارتفعت إلى أكثر من 100% دكتور يعني كمان هناك مكاسب على الصعيد صحيح صحيح ما عليك سامحني دكتور أنا أعيدك ما نستضيفك مرة أخرى أن توسع أكثر الوقت تدركني اليوم في هذه المقابلة كان الوقت ضيق سامحوني ضيفي الكريمين شكرا جزيلا لكم عبر اسكايب من ألاباما دكتور جارين بودري أستاذ العلوم البيولوجية في مختبر مركز شيلبي للعلوم وتكنولوجيا في ألاباما ومن مشاقنا دكتور أستان سعيدة رئيس المنتخب للجمعية الطبية العربية الأمريكية والبروفيسور في أمراض السرطان في كلية الطب في جامعة وينستيت يونيفورسني شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة